أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أيها المشاهدون والمشاهدات أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم بالخير والسعادة والسرور تكلمنا البارحة على بعض الفضائل التي جاءت في السنة النبوية الشريفة تعتبر من فضائل أخوة هذه الأخوة التي جعلها الله نعمة يقضفها الله عز وجل في قلوب الصالحين من عباده فإذا كان للأخوة في الله جملة من الفضائل والثواب فلها أيضا جملة من الأخلاقيات والوسائل هذه الأخلاقيات والوسائل تعمق روحها وتقوي روح هذه الأخوة من جملة هذه الأخلاقيات والوسائل التي تعمق روح الأخوة في الله والمحبة في الله أولا أن تكون الأخوة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى ولا يمكن أن تكون الأخوة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى إلا إذا تنزه المتآخون من كل منفعة ذاتية وتجرد من كل منفعة شخصية فحينئذ تؤتي الأخوة أكلها وتحقق في المجتمع إيجابياتها هذه الوسيلة الأولى التي تعمق روح الأخوة واليوم نشاهد في واقعنا المعاش في مجتمعنا أن جل علاقات الأخوة تبدأ بالمحبة لكنها تنتهي بالعداوة تنتهي بالبغضاء تنتهي بالشحناء لا تطول مدتها لماذا؟ لأن الأصل غير صلب لأن الأصل ليس منبني على الإخلاص وإنما منبني على المنفعة الشخصية والمنفعة الذاتية ثانيا من جملة الوسائل والأخلاقيات التي تعمق روح الأخوة ثانيا أن تكون الأخوة ملازمة للإيمان مصاحبة للتقوى ومنطلقنا في هذه الوسيلة هو قول الله عز وجل من صورة الزخرف ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين منطلقنا من الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في المسند قوله عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل قال شرح الحديث ما معنى الخليل؟ الخليل هو من تخللت محبته في قلبك هذا هو الخليل فالمرء على دين خليله على دين أخيه على دين صاحبه على دين صديقه فلينظر أحدكم من يخالل وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي الإمام النساء في سننه قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي هكذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن تكون الأخوة كذلك حتى ينتقي المؤمن من الأصحاب مؤمنهم وأن يختار أتقاهم من جملة الأخلاقيات والوسائل التي تعمق روح الأخوة في الله أن تكون الأخوة قائمة على النصح ولا يمكن أن تكون كذلك إلا حتى يكون المؤمن للمؤمن كالمرآة المؤمن للمؤمن يكون كالمرآة بمعنى إذا رأى أخاه في حسنة عليه أن يحثه عليها وأن يشجعه عليها وإذا رأاه في معصية أقدر الله وإذا رأاه في سيئة يرتكب ذنبا يرتكب وزرا عليه أن ينصحه سرا ويطلب منه أن يعود وأن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وهذا الذي بايع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم جميعا نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يروي البخاري في الصحيح عن سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما دخل في الإسلام وأعطى البيعة للنبي عليه الصلاة والسلام بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم كذلك من جملة الأخلاقيات والوسائل الدعاء للأخي بظهر الغيب قال النبي فيما يرويه الإمام المسلم قوله عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو لأخيه بدعوة بظهر الغيب إلا قال له الملك ولك بمثل شوف هذه النعمة أنت تدعو لأخيك بدعوة في ظهر الغيب في غيبته بدعوة في ظهر الغيب إلا قال له الملك ولك بمثل هنا لطيفة نبوية علماؤنا ماذا قالوا قالوا بأن من مواطن الدعاء المستجاب الدعاء للأخي بظهر الغيب قالوا هذا لا شك بأنه مستجاب قيل لهم لماذا بأن الدعاء مستجاب للأخي بظهر الغيب قالوا المنطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال له الملك ولك بمثل ولا شك أن دعوة الملائكة مستجابة فعندما يقول الملك ولك بمثل الله عز وجل يستجيب دعوة الملك لا شك فيصبح دعاءك للأخي بظهر الغيب من مواطن الدعاء المستجاب عنده تبارك وتعالى ونختم بما ثبت أن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ذات يوم أراد أن يذهب إلى العمر فاستأدن النبي عليه الصلاة والسلام طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له بالذهاب إلى العمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مأذون يعني أذن له بالذهاب إلى العمر ثم قال له لا تنسنا يا أخانا بالدعاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا عمر أن لا ينساه في عمرته بالدعاء ماذا قال سيدنا عمر قال والله لقد قال لي كلمة لو أن لي بها الدنيا وما فيها نسأل الله عز وجل العلي القدير أن يرزقنا الأخلاقيات والوسائل التي تعمق روح الأخوة في الله وأن يجعلها خالصة لوجهه تبارك وتعالى وأن يرزقنا وإياكم الإيمان والتقوى اللهم وحذ صفوفنا وأعلي كلمتنا وارفع رايتنا اللهم أغذ قلوبنا بالصبر واليقين وحسن التوكل عليك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الوجه الأزهر والمكان الأطهر صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته